انطلقت مساء امس حملة جائزة زايد الاستدامة الجائزة الدولية الرائدة لتكريم مشاريع الاستدامة المبتكرة حيث نظمت اولى فعاليات الحملة رؤية نستنير بها في مملكة البحرين بالتعاون مع مدرسة بيان البحرين الفائزة بالجائزة في عام 2018 ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية بهدف توفير مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لعدد من المجتمعات النائية حول العالم التي لا تغطيها شبكة الكهرباء المحلية وشهدت اولى فعاليات الحملة في البحرين اضاءة الفين صباح انارة بالطاقة الشمسية لرسم صورة المغفور له اسم الشيخ زايد بن سلطان الهيان ومن المقرر ارسال هذه المصابيح الى اندونيسيا لتوزيعها على عدد من المجتمعات الانسانية التي تأثرت بالزلزال وامواج التسونامي والبحرين اول دولة تستضيف هذه الحملة لتسليط الضوء على الاعمال الخيرية والانسانية التي تقوم بها جائزة زايد للاستدامة اشتركوا في القناة